اصدقائي ما اجمل ذكر الله وما اكثر حاجتنا اليه فذكر الله تعالى له فضل عظيم وفوائد كثيرة فبه يطمئن القلب وتغفر الذنوب ونكسب ثوابا كبيرا جدا قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما وهناك اذكار متنوعة ينبغي علينا اصدقائي ان نحافظ عليها في اوقاتها ومنها عند النوم فنقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفع ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وعند الاستيقاظ نقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور وكذا عند الخروج من المنزل فنقول بسم الله توكلت على الله اللهم انا نعوذ بك من ان نزل او نظل او نظلم او نظلم او نجهل او يجهل علينا وعند الدخول الى المنزل نقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا وعند الدخول الى دورات المياه نقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وعند الخروج منها نقول غفرانك وعند دخول المسجد نقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك وعند الخروج منه نقول اللهم اني اسألك من فضلك وعند ركوب وسائل النقل كالسيارة مثلا نقول بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون وكذلك الذكر بعد الاذان فنقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته هذا بالاضافة الى اذكار الصباح والمساء ولنعلم اصدقائي اننا اذا واضبنا على تلك الاذكار فاننا نكون في حفظ الله ورعايته فلا يضرنا شيء باذنه تعالى اللهم اعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته